2600 كم مربع في العراق ملوثة بالألغام والذخار العنقودية والمخلفات الحربية القابلة للانفجار ويهم ساحة تعادل ما يقرب من 364 ألف ملعب لكرة القدم تتركز أكثرها في محافظة البصرة بحسب بيانة اللجنة الدولية للصليب الأحمر اللجنة أكدت أن المحافظات التي شهدت العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش تعد ضمن المناطق الملوثة بالأسلحة والمخلفات الحربية مثل مدينة الموصل القديمة في محافظة نينوى ومناطق في محافظتي صلاح الدين والتأميم ومحافظات أخرى وإن كانت الكثافة الأكبر لتوزيع الألغام وانتشارها على مساحات واسعة تظل مرتبطة بمحافظة البصرة وبحسب مجلة فورين بوليس الأمريكية فإن تطهير مساحة ملعب لكرة القدم من الألغام قد تستغرق أشهرا لا سيما في ظل الميزانيات الضعيفة المرصودة لرفع الألغام في العراق الذي يعد واحدا من أكثر بلدان العالم تأثرا بمخلفات الحروب ويعيق وجود المتفجرات والألغام التنمية الاقتصادية وعودة اللاجئين والوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الأساسية في تلك المناطق حيث ينتشر نحو 25% من تلك المخلفات الحربية في المناطق الزراعية ما يمنع المزارعين من استخدام أراضيهم وكسب لقمة العيش بينما ينتشر نحو 20% منها قرب أو في البنية التحتية وهما يمثل تحديا اقتصاديا وليس أمنيا فقط انتشار الألغام ومخلفات الحرب بات تهديدا وجودية للمواطنين العراقيين بحسب ما يؤكد الواقع فقد فقد الكثيرون حياتهم أو تعرضوا لإعاقات وإصابات بليغة من جراء انفجار الألغام بهم كما أن بعض من هذه المخلفات ملوثة باليورانيوم المنظم الذي استخدمته قوات الاحتلال الأمريكي حيث تمتد تأثيراته للقاتلة ببطء إلى البيئة والتربة والمحاصيل الزراعية في العراق